السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله صباحكم بالخير والصحة والسعادة لكم مشاهدين ولكل أحبابكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الصباحي المتجدد من ساعة صباح وفي لقائنا لهذا اليوم ما أهم المشاكل والأمراض التي تتعرض لها العيون في فصل الصيف وما هي وسائل الحماية والوقاية وأفضل طرق العلاج أظن مشاهدينا إن كانت لديكم أية أسئلة حول مشاكل العيون وأمراضها فأرسلوها إلينا إلى ضيفنا في ساعة صباح وذلك من خلال التعليقات عبر صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستجرام فشاركونا تزداد مشاكل العيون وأمراضها في فصل الصيف ما يستوجب رعاية مضعفة للعين واتخاذ تدابير سلامتها وصيانتها وفي حلقة اليوم من ساعة صباح نتعرف سويا على مشاكل العيون الأكثر شيوعا خلال فصل الصيف وطرق الحماية منها ما بين حدة شمس الصيف الحارقة وبرودة وجفاف أجهزة التكيف وانتشار الغبار في الجو تزداد زيارات طبيب العيون تتعرض العيون لالتهابات مختلفة أكثرها شيوعا حساسية العين وتنتشر لدى الأطفال وتشمل أعراض هذه الحساسية الإحمرار والحكة كما تشيع متلازمة جفاف العين بسبب ارتفاع الحرارة والتبخر السريع وأهم أعراضها سيلان الدموع وتحتاج إلى استخدام الأدوية والقطرات طوال فصل الصيف كما تزداد الشكوى أيضا من التهاب الملتحمة ويتسبب هذا الالتهاب في التورم والإحمرار وسيلان الدموع وأفادت دراسة ألمانية بأنه يمكن التخفيف من متاعب التهاب ملتحمة العين بالكمادات الباردة وترطيب العين يعد الرمض الربيعي من الأمراض الشائعة صيفا أيضا ويصيب الملتحمة وربما يمتد إلى القرنية والأطفال هم الأكثر عرضة له ولتجنب انتشار أمراض العيون ينصح الأطباء بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لساعات طويلة وارتداء النظارات الشمسية وتجنب التعرض لهواء التكيف بشكل مباشر كما ينصح بضرورة الحفاظ على نظافة العين وغسلها بالماء البارد ترجمة نانسي قنقر 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 هذه إجراءات تهدف إلى تكريس السيادة اليهودية الاحتلالية على المجد الأكثر المبارك من منظور سياسي قطر واضح في أنهم يحاولون تقسيم الأقصى المدينة تتعرض لتطهير عرقي شيئنا ما بينه على الكيادة الحلسطينية أن تعلن مدينة الكودس مدينة منكوبة وتتعامل معها ببرنامج طوارئ فوراً قبل فوات الأوام أين أخلينا؟ أين الجهاد؟ أهلاً بكم مشاهدينا من جديد في ساعة صباح وبالطبع تدور حلقة اليوم حول مشاكل العيون وعلاقتها بفصل الصيف وأبرز طرق العناية والعلاج للحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور إبراهيم مسعد استشاري طب وجراحة العيون صباح الخير دكتور إبراهيم وأهلاً وسهلاً بك قبل أن نبدأ موضوع حلقة اليوم ننوه مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتين الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر دكتور إبراهيم دائماً ما تكثر الشكوى من مشاكل العيون خلال فصل الصيف ما هي العلاقة بين مشاكل العيون وفصل الصيف بشكل نعم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشفاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معروف أن في فصل الصيف دركة الحرارة بترتفع وفي الأماكن الساحلية غالباً دركة الرطوبة بتزيد وفي الأماكن السحراوية دركة الرطوبة بتخلي جداً وبيكون الجو شديد الجفاف مع ارتفاع درجة الحرارة بتنشط أنواع كثيرة من البكتيريا والفيروسات مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف بيكثر التعرق والعرق لما بينزل على العين الإنسان تلقى أيام بيحاول ينشف عرقه وبالتالي هو عادةً بيلبس جفن العين بجلد اليد أو بظهر اليد ومعروف أن المايكروبات اللي موجودة على الجلد اللي بسموها الكومنسا البكتيريا أو البكتيريا الحميدة اللي احنا بنتعايش معها بتختلف من العين لليد إلى أماكن أخرى من الجسم يعني فالواحد لما بيحس بحرقها نتيجة للحرارة أو نتيجة للعرق بيبدأ يمسح عينه فإذا مسح عينه بجلده فكأنه بنقل البكتيريا اللي موجودة على اليد على الجفن وبالتالي احنا كده في فصل الصيف معرضين أكتر أن احنا ننقل عدوى لجفن العين بما أنه جزء من الجلد وبالتالي في فصل الصيف بتكسر التهبات الجفون وبتكسر الإصابة بالأكياس الدهنية نعم هذا بالنسبة لعلاقة العين في فصل الصيف من ناحية انتقال المكروبات والعدوى عن طريق ولكن هل هناك علاقة بين حرارة الصيف أو الشمس تحديداً والأجواء الرطوبة والتكيف وما إلى ذلك نعم برضو بسبب الحرارة بتنشط البكتيريا المعدية فبتزيد الإصابة بأمراض ملتحمة المعدية سواء كانت الأمراض البكتيريا أو الأمراض الفيروسية أو بيحصل زيادة في نسبة الإصابة بقرح القرنية خاصة بالناس اللي هم متعودين يلبيسوا عدسات لسقة بصفة مستمرة بالنسبة للأشاعة معروف أن في فصل الصيف الأشاعة بتكون شديدة نتيجة لأن قلة السحب اللي بتحجب هذه الأشاعة وبالتالي كمية كبيرة جداً من الأشاعة الألترافايلوت بتوصل إلى سطح الأرض خاصة في المناطق السحلية وأحياناً بتنعكس هذه الأشاعة على سطح الماء وتدخل التأثر على الجلد بصفة مباشرة أو عن طريق أن يعكسها عن طريق الماء فتؤثر على الجلد فالجفن معروف من جزء من الجلد فممكن الجفن يصاب بحروق كسائل الجسد بسبب أشاعة الألترافايلوت خاصة في الفترة اللي هي بتكون مركزة فيها اللي هي الفترة من بعد الساعة عشر صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً يعني برضو انعكسات الأشاعة دي في فصل الصيف ممكن تؤدي إلى الإصابة بالتهبات القرنية أو الإصابة بالمياه الميضاء ولذلك في فصل الصيف خاصة في الناس اللي هم يعني بيروحوا المصايف أو بيروحوا السواحل الأفضل أن هم يحاولوا يلبسوا نظارة شمسية وتكون نسبة إنعكاس الأشاعة من النظارة دي تقترب من مئة في المئة يعني ما تخلش عن مئة في المئة يعني عن تمانين في المئة ويستحب كمان أن النظارة دي يكون مساحتها كبيرة بتغطي أكبر مسافة من العين تغطي الجفن وتغطي العين طيب دكتور هل هناك يعني ربما تفاوت بالفئات التي تصاب أكثر من غيرها بالتهابات العين ربما الأطفال أو يعني بعض الفئات العمرية معروف أن الأطفال هم أكثر إصابة لأنهم يعني أكثر حفاظا على يعني أقل حفاظا على نظافنا الكبار وأقل وعيا بالإضافة لأنهم بيرتدوا حمامات السباحة بكثرة في الصيف ففي الأمراض المعدية أو البكتريا المعدية بتزيد أكثر عند الأطفال بالإضافة لأن جلدهم أرق من جلد الكبار فنسبة إصابتهم بأشعة الشمس بتكون أكثر طب دكتور إذا دخلنا بأهم المشاكل التي تفضلت عنها وأمراض العيون يعني أبرز هذه المشاكل ربما لا نستطيع جمالها جميعا أبرز هذه المشاكل في فصل الصيف هو جفاف العين ربما مشكلة شائعة نعم مشكلة شائعة وستين في المائة من المترددين على عيات العيون بيعانوا من جفاف العين وجفاف العين بينشأ من حكتين بينشأ من ارتفاع درجة الحرارة لأن درجة الحرارة بتؤثر على الطبقة الدهنية الخارجية من طبقة الدموع المغطية للعين فكلما ترتفع درجة الحرارة كلما تذوب هذه الطبقة وهذه الطبقة فيدتها أن هي تمنع تبخر الماء الموجود على سطح العين وبالتالي كلما اشتدت درجة الحرارة كلما ذبت هذه الطبقة وكان الشخص معرض أكثر للإصابة بجفاف العين كذلك في وصل الصيف معروف أن نستخدم المكيفات بكثرة وبنغلق النوافذ المكيف بطبيعة الحياة بيزود سرعة الهواء الموجودة في الغرفة أو في المكان ويجعل الجوج جافة نوعا وبالتالي هو بيساعد على سرعة البخر الحاجة الثانية أن المكيف بيكثف بخار الماء الموجود في الهواء ربنا سبحانه وتعالى عمل نسبة من الرطوبة في الهواء عشان الهواء اللي بيلامس العين أو بيلامس الجلد يحافظ على العين أو الجلد من الجفاف المكيف بيكثف بخار الماء ولذلك نجد أن الجهاز المكيف أو التكيف في نقاط ماء عملة تنزل باستمرار من خلف المكيف هو بيأخذ بخار الماء الموجود في الهواء ويكثف على شكل بخار ماء وبالتالي إذا ما كناش هنفتح النوافذ خاصة في ساعات الصباح التي درجة الحرارة فيها تكون منخفضة فإحنا بنساعد على زيادة جفاف الجو وبالتالي الإنسان على الرغم من مثلا عندنا هنا في قدر نسبة الرطوبة عالية في الصيف ولكن مع دخل المنزل أو دخل السيارة فالجو بيكون جف جدا والناس بتبدأ تشتكي من جفاف العين على الرغم من ارتفاع درجة الرطوبة اللي ينصح به أن احنا نفتح دايما النوافذ الصباح حتى وإن كان الهواء سخر عشان ندخل هواء طبيعي يحتوي على بخار ماء ونعادل الجو الجاف الموجود في الغرفة أو الموجود في المكتب إذا أمكن يعني طب جفاف العين ماذا يشعر الإنسان يعني أعراض جفاف العين حتى نميزها عن باقي الأعراض الأخرى نعم جفاف العين من أكثر الحاجات اللي المريض بيعاني منها أن المريض بيجي يشتكي من حمراء دائمة في العين وبعض المرضى بيستخدموا أدوية اللي هي بتضيض العين اللي هي بتعمل انقباض الأوعيات الدموية عشان يضيع أو يزيل العرض اللي هو الإحمرار ومع هذا القطرة دي بتزود الجفاف فمن أهم الأعراض اللي هو الإحمرار العين الشعور بعدم راحة في العين الشعور بجسم غريب في العين عدم القدرة على الاستمرار على شاشات الكمبيوتر أو القراءة لفترة طويلة وأحيانا لو لجفاف شديد المريض بيجي يشتكي من وخز في العين نتيجة لقروح صغيرة أو يشتكي من عدم وضح في الرؤية نعم قبل أن أخذ علاج لجفاف العين ذكر مشاهدين أنه يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة وينضم إلينا عبر الهاتف محمد من السعودية السلام عليكم السلام عليكم ممكن بعضي شيء بعيد شوية عن العيون ملاحظة أنا أشكر الجزيرة لإعلان ونهار الجزيرة كله حكام والأمة العربية والإسلامية طالعون ذا الجزيرة الجزيرة مثل سين إن والله أجد الحكام الرؤساء أنه يطالعون ذا الجزيرة لكن في مثل الحكمة يقولون عن الجزيرة مثلا يقول لك تسأل بيش تبغى هذا حرف قال والله أنا ما أبقى حمي صاحب الدجاج في البيت أول فار ما أبقى البيت حمي والكلب الأمين يحب حمه شكرا جزيلا لك سيد محمد إن كان لديك أي سؤال عن مرض العيون موضوع حلقتنا لهذا اليوم وعلاقته بالصيف تفضل بالنسبة لي كما تفضلت دكتور حول علاج جفاف العين بعض الأشخاص يلجؤون ربما إلى القطرة المرتبة هل هذا هو الحل يكون كافيا؟ يعني كما نوهت سابقا الأفضل إن احنا ما نعليكش الإحمرار بقطرة قابضة للأوعيات الدموية دائما ونترك السبب الرئيسي وهو الجفاف الأفضل إن احنا نستخدم القطرة المرتبة للعين نلجأ إلى الكمدات الماء البارد لأنها بتقلل من الالتهابات نلبس النظارة عشان نقل عين من الهواء المباشر سواء كان هواء العادي أو هواء التكييف الحاجة الأخرى بالنسبة للناس اللي يلبسوا عدسات لصقة كل ما زاد الجفاف كل ما التسقت العدسة بقرانية العين وبتسبب الإصابة بجروح في قرانية العين الحاجة الثانية الأفضل للناس اللي هم عندهم جفاف في العين إنه هو يحط القطرة المرتبة للعين التي لا تحتوي على مواد حفظة على العدسة مباشرة وهو لبسها مرتين ثلاثة أربعة خمسة في اليوم ما فيش مشكلة الحاجة الثانية يفضل إن احنا نستخدم العدسات اليومية في فصل الصيف لأن العدسة إذا لم تنظف أو كان فيها ميكروبات ممكن تؤدي إلى نشاط الميكروبات وإصابة القرانية بالقرح الميكروبية أو الفيروسية نعم وإيضا معنا عبر الهاتف حميد من بلجيكا السلام عليكم صباح الخير صباح الخير أختي سلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلام تفضل أختي والله مثل المتصل محمد اللي أدي قبل ما أحكي بالعين دروح لموضوع بعيد كثير أول شيء وبارك لقطر فشل الانقلاب الثاني ولله الحمد من دول الحصار صار من أول تنبارح هذا الشيء اللي صار بالمسجد الأقصى يعني ما حرك ولا إنسان عربي من دول الحصار أو مسؤول يطلع يدين أو هذا العمل الإرهابي وحد ذلك إحنا بفقرة طبية الأفضل إن نحن نفيد المستمعين بس ونستغل الوقت البرنامج إن نحن نركز في الوقت نعم حرك لو عندك سؤال خاص بالعيون نعم شكرا جزيلا لك سيد حميد ربما ليس لديه سؤال حول موضوع العيون نأخذ أيضا عبر الهاتف سعد من الكويت سلام عليكم سعد وعليكم السلام يا أستاذ يسعد صباحكم بكل خير وسؤال مباشر باختصار أستاذ نحن نعاني حساسية والتهاب بالعيون يعني حساسية والتهاب بالعيون وحرارة الجو المؤذية لصحة الإنسان والتحياتي لكم من البرنامج الراقي المميز شكرا لك سيد سعد وبالفعل نرحب مشاهدينا بأي أسئلة أو استفسارات حول موضوع حلقة اليوم وأيضا نرحب بآرائكم الذي ربما تكون نوعا ما خارج عن موضوع حلقة اليوم وأهلا وسهلا بكم جميعا دكتور إبراهيم تفضل قبل قليل حول أبرز مشكلة وهي مشكلة تجفى في العين ولكن إذا انتقلنا لمشكلة أخرى وهي أيضا تكون ربما بارزة حساسية العيون في فصل الصيف حساسية العين بتزداد في فصل الصيف نتيجة لأحيانا الناس عشان تزيل الروائح بتستخدم معطرات كتير سواء كانت بخخات أو على شكل بخور وده بيزود حساسية العين فإحنا بننصح المصاب بحساسية العين أنه دايما يلجأ إلى الماء البارد لأن الماء البارد أحيانا يعالج 50% من الحساسية بدون الحاجة إلى أدوية وليس معنى استخدام الماء البارد أن ندخل الماء البارد داخل العين فيه ناس كثيرة تقولك أنا غسلت عين بماء بارد فتحتها أو حطيت فيها ماء زمزم بارد ليس المقصود إدخال قطرات الماء في العين لأن قطرات الماء لها تركيب غير تركيب الدموع سواء في تركيبة الأملاح أو في تركيبة الحموضة لأن الأحيانا الواحد لو استخدم ماء مقطر حتى ولو كان نظيف يزود إحمرار العين والشعور بجسم غريب أو بحاجة ولكن المقصود إغلاق العين ووضع الكمدات على الجفن من الخارج إذا لم تفد الكمدات الباردة بنلجأ إلى مضادات الهستامين أو مضادات الحساسية البسيطة إذا لم تفد بنلجأ إلى مركبات أقوى مثلها مركبات الكورتزون أو مركبات السايكلوسبورين إذا كانت الحساسية مزمنة ولا تجدي فيها الأدوية البسيطة وطبعا ده لازم يكون تحت إشراف الطبيب بعض الأشخاص دكتور يعني يستعملون بعض القطرات مباشرة من الصدليد دون التوجه إلى الطبيب هل ممكن أن يكون لها بالفعل أثار ضر على العيون حتى ولو كانت بسيطة قطرات بسيطة نعم إذا كانت هذه الأدوية مجرد أدوية مرتبة للعين فهي إن لم تفد لن تضر ولكن وهذا هو المعمول به في دولة قطر إن المضادات الحيوية أو المواد التي تحتوي على كورتزون لا توصف إلا بأمر الطبيب لأنه بالفعل لو إنه واحد مصاب بقرحة في العين واستخدم كورتزون الحالة هتسوق لو واحد مصاب بالتهبة كتير في العين اللي هو عادة بيكون مصاب بحمرار أو بإفرزات واستخدم أي قطرات فيها كورتزون هتسوق الحالة وقد تنشأ مضاعفات إذا واحد عنده قرحة فيروسية واستخدم مضادات حيوية قد تحسن الحالة وقد تسوق إذا لم يستخدم المضاد الفيروسات فإذا المريض أو الشخص سوف يستخدم شيء بدون وصفة الطبيب يعني على الأقل يكون مرتب للعين أو يكون مضاد الحساسية الذي يحتوي على مضادة الهستامين لأنه إذا لم تنفع فلم تضر نعم سنتابع في نفس الموضوع ولكن ننتقل الآن إلى محطة التواصل الاجتماعي وعدد من تعليقات وأسئلة المتابعين مع زميلة حياة اليماني صباح الخير حياة وإليك نعم ملسون صباح النور عليك وعلى ضيفنا ومشاهدين أيضا العيون تحديدا في فصل الصيف هناك عدد كبير من التعليقات والأسئلة تحديدا منها هذا السؤال عني الشمال حمرى جدا وكل ممسك موبايل أو أشوف تلفزيون أو أقعد في أي منطقة فيها نور عناية بتدمع وتأفل ويجي لي صداع جامد ومش بيخف إلا بعد ساعة ممكن حل هذا السؤال كان من حمد القاضي أو ما إلى ذلك خالد يقول عندما أتصفح الأخبار باللابتوب أشعر بألم داخل عيناي وعندما أبعد الشاشة عنهما يستمر الوجع بعدها لدرجة الصداع مصعب والآخر يقول هل الصيف يؤثر في العيون أكثر من باقي الفصول هذا السؤال أعتقد أننا بحاجة للإجابة عليه ريان يقول من فترة صرت أغمض عيوني بقوة من ثانية إلى ثانيتين ويحدث هذا كل دقيقتين أبو أروي يقول كيف يمكن حماية العين في فصل الصيف بما أن الصيف مليء بالتعرق والأتربة وأيضا بعض عوالق الجو سؤال آخر عبر تويتر عفوا فردوس تقول على تويتر سؤالي التهابات العيون مع الحكة ليش ما تروح رغم ذهابي إلى طبيب يخف أيام وبعدين يرجع إيش الأسباب إذن كما ترين ميسون هذه عدد من الأسئلة وجزء منها متعلق بفصل الصيف أيضا لدي هذا السؤال في فصل الصيف دائما العيون التهابات حرقة ربما هذه مشاكل العيون في فصل الصيف شكرا جزيلا لك حيات على هذه التعليقات دكتور إبراهيم تلاحظت من خلال بعض التعليقات جميعها مرتبطة بالموضوع التي كما تقدرنا ارتباطها بالصيف إذا حاولنا أن نأخذ الإجابة عن بعض هذه الأسئلة شددوا ربما هذا ليس له علاقة في فصل الصيف ولكن بشكل عام الموبايل أو اللابتوب أو اللي نظر إليه يسبب حرقة في العيون ووجع نعم هو من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الشخص الطبيعي بيرمش في الدقيقة 15 مر 15 مر الغرض من هذا الرمش أن نمسح قرانية العين بطبقة الدموع وبالتالي فإحنا بنرطب قرانية العين وده بيؤدي إلى شعور بالراحة وبيؤدي إلى موضوع في الرؤية عندما يركز الشخص فيه الكمبيوتر لفترات طويلة فهو بيقلل عدد مرات الرمش ولذلك في أحد المتسائلين بيقول أنا بعصر عيني بمرتين ثلاثة بقوة هو لما بيركز على شاشة الكمبيوتر أو موبايل لفترة طويلة بيقلل رمش وبالتالي بيحصل تبخر لطبقة الدموع المغطية للعين خاصة لو كان هواء المكيف جاي على عينه مباشرة فالعين بتجف إذا جفت العين تبدأ العصاب القرانية حساسة جدا يبدأ يحس بعدم راحة وعايز يغمض عينه ولذلك بيقول أنا بعصر عيني أو بغمضها بقوة مرتين هو الغرض من الحركة دي أنه بيعصر الجفن فيطلع دهون من العين عشان ترطب العين فهو المفروض أن الناس اللي تستخدم كمبيوتر كتير أن تدي فرصة لعينها أن هي تستريح يعني ما يعودش ساعتين ثلاثة على الشاشة لازم كل شيء يعمل بريك أو يعمل راحة بحيث ريع عينه يحاول أنه يتعمد أنه يغلق عينه عشان الرمش اللي بيفقده في أثناء التركيز الحالة الثالثة إذا كان مصاب بالجفاف لازم يكون القطرة المرتبة للعين بجوار الشاشة ويستخدمها على الأقل نقطة كل ساعة عشان يرطب عينه بالنسبة للأخ اللي بيقول أنه لما بيركز في شاشة الكمبيوتر بيجيله صداع ربما يكون هذا الأخ عنده طول نظر أو عنده استجماتيزم ومحتاج أنه مع ترطيب العين يلجأ إلى الطبيب لقياس النظر هل محتاج نظارة للقراءة ولا لا ولكن يعني حساسية العيون أو جفاف العيون لا تسبب صداع في الرأس دكتور؟ لا هي بتسبب صداع نتجة لالتهاب أعصاب العين فده أحيانا من أحد الأعراض الصداع من أحد الأعراض الصداع إذا هو يركز فترة طويلة مع جفاف العين لأن أعصاب العين حساسة نعم طب دكتور بالنسبة في بعض النظارات التي تكون عاكسة للشاشات للأشعة هل هي مفيدة في هذه الحالة؟ هي بتفيد بالنسبة وليست بالنسبة 100% يعني بتفيد بالنسبة وليست بالنسبة 100% يعني وطبعا معظم شاشات الكمبيوتر الموجودة حاليا هي أساسا نوع من الفلتر وبالتالي النظارة وإن كان لها دور وليس هو الدور الأساسي الدور الأساسي في ترطيب العين نعم ولكن عادة هل تنصح باستخدام مثل هذه الشاشات أم لا تفضل يعني الحماية الزائدة في هذه الشاشات أو النظارات ربما بعض الأحيان طبعا بما أن لها فايدة ما فيش مانع أن نستخدم ولكن لا تؤمن الحماية للنسبة لا يكون الاعتماد الأساسي على النظارة يعني في بعض الناس بيلبس النظارة وبيهم القاتلة الترطيب ويقولنا لسه بحس بحرقان في عين نعم دكتور أيضا من فردوس تسأل عن التهابات العيون مع الحكة لا تروح رقم ذهاب إلى الطبيب يخف أيام وبعدين يرجع شو الأسباب يعني ربما الكثير مننا يعاني من هذه المشكلة التهابات وحساسية في العين مع الأدوية تخف لفترة وتعاود بعد فترة هو مدام بتخف وبترجع تاني ده معناها أن هي إما عندها جفاف مزمن يا إما هي عندها حساسية مزمنة فالجفاف المزمن هي لما بتستخدم قطر مرتبة أسبوع أسبوعين بتستريح لما بتوقف العلاج بترجع تتعب تاني فإذا كان المشكلة الأساسية هي الجفاف فمش هنقدر نوقف قطرة العين خالص خاصة أثناء التركيز أما إذا كانت الحساسية المزمنة فأحيانا نشوف المادة الفعالة لو هي مادة بسيطة زي الانتهيستامين قد نحتاج إلى إن إحنا نلجأ إلى مركب أقوى زي الكورتزون أو إذا كان الكورتزون لا يجدي أو إنها من خف نستخدامه لفترة طويلة لأنه ممكن يرفع ضغط العين أو يصيب بماء أبيض إحنا ننتقل إلى مركب السايكلوس بورين فالطبيب هو اللي يحدد زيكاتها الحساسية من النوع الحاد أو من النوع المزمن وكيف يتعامل معها لكن هي الأفضل إن هي تواظب دايما على المرطبات مع الكمدات الماء البارد ويتحاول تبعد عن أدوات التجميل والمسكرة إلى حد ما إذا كان لها دور لأنه معظم أدوات التجميل اللي بتستخدم في العين بيبقى مضاف إليها مواد ملمعة ومواد معطرة ونسبة عالية جدا من السيدات بيشتكوا من حساسية بسبب أدوات التجميل دكتور مثل هذه المشاكل إذا الشخص أهملها أو لم يداو على علاجها بسرعة هل ربما تتفاقب المشكلة في العيون أم تقتصر فقط عند الجفاف والحساسية الجفاف ممكن يتطور ويعمل قرحة في العين وقرحة العين إذا لم تعالك في الوقت المناسب قد تصيب عتمة في العين وإذا لم تترك أهملت تماما القرحة قد تصيب بثقبة في العين فلازم من الاهتمام بهذا الأمر بالنسبة إذا بقينا في فصل الصيف وتأثير التعرض لأشعة الشمس يعني يفضل حلاء أو الأوقات التي يتعرض فيها الشخص للشمس نعم تفضل فترة الظهر الساعات المبكرة هي بتكون نسبة الأشعة المفيدة لها قبل العشرة صباحا وقبل الغروب هي دي أكتر وقت الأشعة المفيدة وغير ضررة بتكون مركزة ويستحب أن نحن في هذه الأوقات أن نتعرض أو نعرض الأطفال لأشعة الشمس إنما في الفترة اللي هي من بعد الساعة عشرة لو تعرضنا للشمس في حمامات السباحة أو على السواحل يستحب أن نحن نقي الجلد بواقي الأشعة مع النظارات النظارات تفضلت أن تكون مئة في المئة والأفضل أن تكون عكسة بنسبة مئة في المئة ولكن بعض النظارات لا تصل إلى هذه الكفاءة فعلى أقل ما تقلش عن 80% هل يؤثر لون النظارة الشمسية في كمية الحماية يعني كلما كان ربما أغمق تكون الحماية أكثر أما ليس له علاقة لا يعني ما فيش علاقة ما بين اللون وبين الانتصاص الأشعة مغير مرتبطين ببعض يعني في بعض النظارات بتغير لونها مع مع الأشعة ده كنوع من الانديكيتور إن هي بتمتص الأشعة أو بتخليها تنفز لكن النظارات الملونة اللونها سابت سواء لون بني أو أخضر أو كده ما لهاش علاقة بامتصاص الأشعة إلا أن تكون هذه الخاصية موجودة في العدسة نفسها ولكن ليس له علاقة بلون النظارة طب بالنسبة لي تغير بشرة الأشخاص أو لون بشرة الشخص هل يؤثر أو لون العيون هل يؤثر على الحساسية أكثر أو الجفاف أكثر بالنسبة خلال فصل الصيف لأمراض العيون طبعا معروف أن الناس اللي عندهم لونها فاتح اللي هو لون الحدقة فاتح سواء كان أخضر أو أزرق بيبقى أتأثرهم أكثر لأشعة الشمس لأنهما الناس دول بصفة عامة بيبقى نسبة سبغة الملانين اللي في جسمهم وليلة والتالي هما بيتأثروا أكثر بأشعة الشمس وهل أيضا يؤثر لون البشرة أيضا على أمدفقة لون العيون طبعا كل كل ما هو يعني اللون البشرة مرتبط بلون العين فعادة الأشخاص اللي اللون البشرة تميل إلى السواد بتكون الحدقة لونها أسود أو إلى بون الغام والأشخاص اللي بشرتهم لونها فاتح بتالب غالما تكون جري أو بتكون أخطر وهم دول بيبقوا أكثر حساسية لأشعة الشمس أيضا في فصل الصيف تكثر مثل نعروف الشواط والمسابح وخاصة للأطفال ودائما ما تدخل المياه المياه لكلور أو المياه البحر إلى داخل العين في هذه الحالة هل هناك ضرر من هذا أم فقط غسل العين بالنسبة لماء البحر يعني الماء المالح المالح أقل ضرر من الكولور بيختصر ضرره لأن المريض بيحس بحرقان في العين وكذا مدام الماء نضيف وما فيش فيه شوائب ولكن الكولور هو أساسا بيسبب حسية ولو زادت تركيز الكولور عن نسبة معينة المسموح بيها ممكن الكولور يعمل تآكل في سطح العين ويعمل قرح في العين وإحنا شفنا حاجات من دي كتير فالمفهوض الناس المسؤولة عن المسابح تلتزم بالنسبة المسموح بيها وإلا الكولور هيئذ العين وإئذ الجلد بعض الأشخاص يلجؤون إلى بعض الوصفات الطبيعية أو العلاجات الطبيعية مثل الشاي ومثل بعض الأعشاب في ربما ترطيب العين تهديئة تهيج العين هل هذه تعتبر آمنة في الاستخدام؟ هو عادة الاستفادة بتكون من درجة الحرارة أكتر من الأعشاب لأنه لو واحد لو جاب كس شاي وحطه على عينه على ما يمتص الشاي ويعمل مفعول يعني مفعوله هيكون نادر جدا هو يعني طبعا الموضوع ده بيرجع إلى ناحية تاريخية لأن هم زمان قبل ما يستخدموا المضادات الحيوية كانوا بيجيبوا الشاي ويغلوه الشاي من خصائصه أنه مضى قبضة يعني لو الواحد مثلا غلى شاي لفترة طويلة وجي شربه يحس بنشفان في الفم من جوه كأنه طبيعته قابض فهما زمان كانوا بيستخدموا الشاي المغلي كنوع من القطرة عشان تجمع الإفرازات وتجمع البكتيريا وتطرد خارج العين لكن الفايدة الأساسية بتكون من درجة الحرارة اللي احنا بنستخدم يعني لو واحد قال لي أستخدم شاي بارد ولا أستخدم ماء بارد مش هيفرق هي درجة الحرارة هي اللي تفرق هي فقط التي تؤثر هي اللي تفيد أكثر يعني أعشاب عشان تفيد محتاجة وقت طويل مدة طويلة ومداومة ربما عليها إذن تقلنا إلى أمراض أخرى أيضا متخصصة بالعيون في فصل الصيف يعني ما هناك كمان العوارض الأخرى التي تلاحظها في فصل الصيف تحديدا زي ما قلت حضرت لكن بيكثر الإصابة بالالتهابات بالكياس الدهنية وهي بتيجي على شكل انتفاخات في الجفن وأحيانا الانتفاخته يعمل رأس صددية وأحيانا بنعالجها في الأول بالكمالات الماء الدافية والمضادات الحيوية ولكن إذا زاد الالتهاب وده جمع صديد في الجفن الأفضل أن احنا بنفض الصديد دهوت عشان يجيب فايدة سريعة نعم بعض الأحيان دكتور أيضا هناك يعني تصبح حتى الجلد حول العين يتأثر بهذه المواد وليس حتى العين فقط أو أجفون أيضا خاصة الناس اللي لما بيشتغلوا في الأماكن المفتوحة اللي بيتعرضوا للشمس ونسبة العرق بتزيد عارقة العرق بتكون نسبة الأملح فيه زيدة ونسبة الحموضة فيه زيدة وجل الجفن بطبيعته بيكون جلد رقيق يعني أقل من جلد الواجهة وجلد اليد فبيتحملش الحرارة أو بيتحمل العرق فعشان كده احنا بننصح الناس اللي هما بيشتغلوا في الأماكن المفتوحة أولا هو يقي العرق العين من أن يدخل فيها العرق فإن كأنه مثلا يعمل عصابة حوالي الرأس بحيث هذه العصابة تمتص العرق أول بأول قبل أن ينزل إلى العين نعم قبل أن ينزل إلى العين وكمان ننصحه بأنه هو يداوم على غسل الوجه باستمرار بماء بارد نعم عشان يتخلص الجفن من العرق اللي موجود عليه لدينا العديد أيضا من الأسئلة على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي وننتقل مجددا إلى زميلة حياة اليماني وعدد من أسئلة المتابعين أيضا تفضل حياة نعم ميسون كما قلت لك العيون وأمراضها في الصيف هي واحدة من أكثر الأشياء التي يسأل عنها أمورامي تقول جفن العين في التهابات يؤدي إلى تكون قشور بتعمل التهاب أخذت كثير دهون ولسه ما راح حتى تطلع في العين الشمال أيضا عبد الرحمن هو الآخر يقول عندي أحمرار في العينين وحساسية وحكة فيهما حساب آخر عبر فيسبوك يقول عندي مادة لزجة بيضاء تخرج من العين خاصة في فصل الصيف تشبه الشحم محمد طاهر هو الآخر عبر فيسبوك يقول هل ضعف النظر الناتج عن مرض الرماد مزمن أما أو له علاج حمدي يقول الحل لغباش الرؤية في العين بسبب حرارة الجو وحساب آخر يقول لماذا نشعر بحكة في العين عندما يدخلها العرق أعتقد أنني شخصيا لدي إجابة هذا السؤال العرق هو ماء وملح تقريبا حسام يقول عين مغلقة بعض الشيء عن الأخرى ومحمد هو الآخر يقول هل ينصح بتغيير نظارة العين كل فترة أم لا أذهب إلى تويتر لا توجد هذه الأسئلة على تويتر الآن ربما ننقلها إليك لاحقا شكرا لك يا حيات وبدورنا ننقل هذه الأسئلة إلى دكتورنا الدكتور إبراهيم بالفعل ربما جميع الأسئلة كما لاحظت بنفس الموضوع الذي تكلمنا فيه ونفس الأعراض والمشاكل هي حساسية العين جفاف العين أمرامي عندما سألت عن جفن العين فيه التهاب ويؤدي إلى قشور أيضا وأخذت كثير ولكن انتقل إلى العين الأخرى نعم هو قشور العين هي من الأمراض المزمنة وهي لها علاقة يعني في بعض الأشخاص بيكون عندهم قبلية أكتر لتكون القشور زي في بعض الناس بيكون عندهم قشور في فار وطراس أكتر من الناس الناس اللي بشاريتهم دهنية أحيانا في بعض الأكلات بتساعد على زيادة إفراز القشور اللي منها الشوكليت ومنها المكسرات وكده طيب بالنسبة للقشور اللي موجودة في العين لازم أن احنا دي يعني الإعلاج الأساسي لها النظافة أو الهيجين والنظافة مش معناها يعني أن الشخص مش يغسل المقصود بالنظافة اللي هو إزالة هذه القشور وإزالة هذه القشور محتاجة أنها تواظب على أقل حاجة إذا ما كانش عندها المواد المزيلة للقشور أن احنا نستخدم البيبي شامبو اللي مكتوب عليه بدون دموع وتخسل القشور دي على الأقل صباح ومساء حتى تنتهي القشور تماما فإذا انتهت القشور ممكن نقلل الجرعة نخليها مثلا مرة واحدة قبل النوم لأن مع غلق العين بيزيد إفرازات القشور أكتر أو لو الأمور بقت أحسن ممكن نخليها يوم ويوم لكن لازم المواصبة على إزالة هذه القشور فيه أدوية بتتبع في الصيدلية غسول أو فوم مخصص لإزالة هذه القشور فإلا إذا لم يكن متوفر فعلى أقل نستخدم الشامبو بتاع الأطفال اللي من غير دموع إذا صحبت هذه القشور بالتهابات يبقى لازم نحن نستخدم كريمات مضادة حيوي أو مضادة للتهاب ندهم بها جلد العين وندهم بها الرموش نعم حساب آخر يسأل عندي مادة لازجة بيضاء تخرج من العين خاصة في فصل الصيف وتشبه الشحم نعم يعني لا ربما يكون هو مصاب بحساسية ولأن دي من أعراض الحساسية أنها تخرج إفرازات لازجة من العين إذا كانت هذه الإفرازات تميل إلى البيض أو إلى الصفر القليل فهي غالباً ستكون سببها حساسية أما إذا كانت هذه الإفرازات تميلة للاخضرار فده معناها أنها التهاب مكروبي وأنه يحتاج مضادة حيوي نعم دكتور بالنسبة لضعف النظر الناتج عن مرض الرمض هل ممكن العلاج منه أم يستمر هذا الضعف يعني عادة الرمض ما بيسمش ضعف في النظر إلا إذا أهمل وعمل عتامة في قرانية العين فإذا تسبب عتامة بقرانية العين إذا كانت هذه العتامة سطحية يمكن إزالتها بالليزر أما إذا كانت هذه العتامة خدت أكتر من جزء كبير من سمكة القرانية فلأسف العتامة دي مش هتروح إلا إذا حصل استبدال لقرانية العين دكتور مؤخرا بات الكثير يلجأ إلى عمليات الليزر أو الليزق وأسماء كثيرة لتصحيح قصر النظر أو طول النظر هل هذا يؤثر على حساسية العين على المدى البعيد مثل هذه العمليات؟ يعني معروف من مضعفات عمليات تصحيح الإبصار وكلمة مضعفات ليس معناها سيئة لكن كل عملية بيترتب عنها شيء فمعروف أن عمليات الليزر بيترتب عنها جفاف العين نتيجة لأن أعصاب القرانية أثناء العملية بيحصل فيها قطع وإحنا العين بتفرز الدموع عندما تتعرض القرانية لضوء العين الأعصاب بتبعث إشارة إلى المخ وإشارة إلى غدد الجفون أن هي تفرز دموع وبالتالي ترتب العين بعد عملية الليزر أو تصحيح النظر نتيجة لتقطع هذه الأعصاب العين بتتوقف عن إفرز الدموع بنسبة عالية وهذه الأعصاب حتى تلتائم تحتاج إلى ثلاثة أشهر فكل الناس اللي بيعملوا عمليات تصحيح نظر بيصابوا بجفاف على الأقل للمدة ثلاثة أشهر ولكن هذا طبيعي في هذه الحالة نعم وعلى حسب التآم الأعصاب وكمية التآم الأعصاب وعلى حسب هل كان الشخص قبل العملية بيعاني من جفاف أم لا قد تستمر هذه الفترة إلى ستة أشهر أو سنة وفي بعض الأشخاص بتفضل معهم سنين نعم ونأخذ أيضا عبر الهاتف معنا محمد من موريتانيا سلام عليكم محمد سلام عليكم تفضل نعم شكرا لك سيد محمد بالفعل ربما سؤال مهم حول السهر هل يؤثر على العين معروف أنه في فصل الصيف ربما قبل أنه جاء عن هذا السؤال نأخذ أبو سلامة من قطر أيضا عبر الهاتف السلام عليكم أبو سلامة عليكم السلام تفضل أبري أتكلم الدكتور تفضل دكتور أنا صويت عملية قبل تقريبا أربعة سنين الحمد للعيوني صارت سيمة يعني سحبه الماء بالترجل أما بالنسبة حق عيوني الثانية قالوا لي يعني ما لا تأمل ما في فايد يعني برعة وكلالي ما لا تأمل له في قطر ولا برعة يعني خلاص هل توجس أي سؤال له تريد أنت سلسر دكتور هل العين واحدة وعين الثاني اللي ساوت فيها عملية يعني الحمد لله سيحة هل العين اللي ما ساوت فيها عملية بطرى الضوء ولا ما ترى ما أتشوف أتشوف الضوء خفيف بطير نعم شكرا لك نعم تفضل بتشوف حركة اليد ولا بتشوفش حركة اليد أتشوف حركة اليد بطير يعني مثلا لو حديد حركة دومي أتشوف نعم بسنا مثلا لو أغمض عيون أفضل أن أشوف منها وأمشي مقدر أتشوف طيب هل ضغط العين في العين دي منتظم ولا لازال مرتفع يرغب مراجعتي مع دكتور قد تلك الغين الضغط مرتفع ياسع لا الأول الذي gj公 sign الأملية الضغط طرر أوكي والعين الثانية ضغطها شايف منها روح وجه يعني والعين الثانية ضغطها كام والعين الثانية قد تلك الثانية ضغطها مرتفع الأعصي toda بالعين متأثر أيها هل الضغط بينتظم بالقطرات ولا ما ينتظم بالقطرات والله قد تلك حقيت بغطارات أو ما حقيت ما رح يفيدك بشيء بل يخذك على هالوضع ما في أمل يعني الدكتور قالك ما تحطش قطرات في العين التانية والله جال لي حقا بس ما رح يفيدك بشيء حتى لو نزل ضغط العين ما رح تشوف منها نعم نعم طيب هو ما في أمل هو أنت حضرتك الوقت عندك مشكلة ضغط العين وضغط العين ده مشكلته أنه هو بموت العصب البصري إحنا عندنا قاعدة في الطب أن اللي بنفقده من الأعصاب ما بيرجعش تاني بس مش معنى نفس الكلام بس مش معنى أن النظر مش هيرجع أنك أنت تفقد الشوية اللي موجودين عندك دول إحنا نحافظ عليهم بقطرات القطرات المنظمة ضغط العين لأنك أنت الآن بتشوف حركة اليد لو ما حطتش القطرة اللي تنزل ضغط العين هتفقد الشوية الموجودين دول ودول بالنسبة اللي نحن كأطباء عيون دول قيمتهم كبيرة جدا أن الواحد يشوف كف إيده يعني معنى أنه بيميز الليل ومميز الليل من النهار نعم أميز صح طيب فأنت لازم تحافظ على البقية البقية باستخدام قطرات العين لكن ما تهملش العين عشان مش هتتحسن بس دكتور عفواني لما يعني ممكن أراجعك مثلا أو إن شاء الله تشرفت تراجعني أو تراجع أي طبيب بس خليك عارف أن أن أنت مشكلة دكتور طبيب اللي رحت عندنا قرليم يعني قرلي ما لا تعمل يعني ما ما أعطني ربما سيد أبو سلامة يمكن تراجع الطبيب إبراهيم أو أي طبيب آخر في هذا الموضوع ولكن التشديد على عدم إهمال عينك حتى لو كان أمل الشفاء بسيط جدا شكرا لك أبو سلامة ونتمنى لك الشفاء العاجل إذا عدنا إلى موضوع سؤال السيد محمد دكتور حول موضوع السهر أيضا نعم معروف أن في فصل الصيف أن الناس نشاطها بيزيد والناس بتصهر لساعات طويلة كل العين أو الجسم محتاج على الأقل من 6 إلى 8 ساعات حتى يستريح الجسم وتستريح العين لأن معروف أننا العين بترى عن طريق صبغات في شبكية العين هذه الصبغات لا تتكون إلا في الظلام ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالليل زي ما امتن علينا بالنهار فالناس اللي هي يعني بتصهر لفترات طويلة ما بتديش فرصة لشبكية العين أنها تكون الصبغات اللي احنا هنشوف بها تاني في النهار ونقرأ بها ونتحرك بها ولذلك الأفضل أن احنا لازم ننام في ظلمة ونطفئ يعني نطفئ نور الغرفة يعني الناس اللي بتنام حتى النوم لوحده في الإضاءة غير كافي لازم ينام في ظلام على قد ما يقدر عشان الصبغات العين تتكون في أثناء الظلام طبعا مع الصهر كتير وتعرض العين لشاجات الموبايل وكده العين بتبقى أكثر حساسية أو إصابة بجفاف العين نعم وأيضا ربما لدينا اتصال هاتف من الجزائر عز من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي هناك حديث نابوي شريف يقول الكماء من المن وماءها شفاء للبطر هالكماء هو نوع من قول النباتي يكون في الصحراء ويقول لك ماءها شفاء للبطر إذا عنده فيك الدكتور على هذا الدواء هذا هل دواء الكماء لنقص البطر أو لكون ضرير عندنا فرق في العربية الضرير والكفيف الضرير الذي يكون بطرا ثم يصبحوا أهم وبالك الله نعم شكرا جزيلا لك عز ربما لنفس الموضوع واترقنا له سابقا حول بعض الأعشاب والأجوية التي يستخدمها بعض الأشخاص هو الكماء اللي أظن ما يطلق عليه هنا في قطر الفجأ تقريبا أو الفجأ يعني طبعا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس فيه شك سواء إحنا فهمنا أو أدركنا أو ما أدركناه فإذا كنت أنت تستطيع أنك أنت تحصل على ماء الكماء وتستخدمه في عينك ما فيش مانع اتباعا للسنة النبوية لكن أنا ما فيش عندي معلومة طبية أكيدة إزاي أن إحنا نحصل على ماء الكماء أو نسبته إيه أو تركيزه إيه ما عنديش فكرة كافية أنت ممكن تلجأ إلى كتب الأعشاب وتعرف عشان أبقى صادق معاك في النصيحة لكن مدام هو حديث نبوي أنا مسلم به نعم دكتور بالنسبة لتغيير النظارة هل جبع الأشخاص الذين يستعملون النظارات طبية أن يبدلوها أو شمسية أن يبدلوها كل فترة؟ هو في بعض الناس أو ربما أن متأكد من نصيحات في بعض الناس عندهم يعودون الناس البسطاء عندهم يعني بيتصور أن عارسة النظارة فيها طاقة معينة وأن الطاقة دي بتخلص بعد فترة في بعض الناس يجيب لك يا دكتور ده الحجر خلص يعني وبتصور كأنها زي البطارية طبعا إحنا من نلجأش إلى تغيير النظارة إلا إذا النظارة حصل فيها سكراتش أو خدوش أو النظارة انكسرت أو تغير مقاسها أن الإنسان كان بيشوف بها كويس وبعد فترة بيشايف أن النظارة معاتش شايف بها فإما المشكلة في العدسة نفسها أن حصل فيها خدوش إما أنه نظر وتغير وبالتالي أنه محتاجي غير النظارة لكن ده بالنسبة للسن الكبير لأنه عادة السن الكبير بعد سن 21 سنة النظر بيثبت ما بيتغيرش إلا في نظرات القراءة بعد سن الاربعين بيتحتاج نغيرها من 3 إلى 5 سن لأن مقاس بيتغير بالفعل بالنسبة للأطفال لا الأطفال يستحب أن لو في طفل نتابع النظر من 6 شهور لسنة وبالتالي تغير النظارة يعتمد على الراحة منها هل هي تلبي الغرض أم لا شكرا دكتور على هذه الحلقة وهذه النصائح وبهذا مشاهدين ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم من ساعة صباح نشكر ضيفنا في الاستوديو دكتور إبراهيم مسعد استشاري طب وجراحة العيون وشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة نرجو لكم صباحا جميلا ودوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة